لو قلتلك توصف نفسك بكلمة ايه هي الكلمة دي؟ اوصف نفسي بكلمة؟ الكلام كبيرة يعني شايف سعد سمير ايه الكلمة اللي ممكن تكون شبهه؟ مش عايرف يعني اول مرة تسئل السؤال ده سؤال صعب؟ لا مش صعب بس اول مرة تسئله يعني فمش عايرف يعني يعني ايه ابرز حاجة فيه؟ يعني لوحد ما يعرفش يوصف نفسه موقن بقى ابرز حاجة في شخصيتك شخصيت كابتن سعد سمير يعني هو على طول يعني امي كانت تقولي يعني تاخد نصيب من اسمك يعني فممكن ده اللي يوصفني يعني كابتن سعد سمير بتخاف؟ اه في حاجات اللي واحد بيخاف منها اكيد ايه اللي حاجات اللي بتخاف منها؟ اماكن العالية فوبيا من الاماكن العالية؟ مش لطرقة فوبيا يعني بس محبش الاماكن العالية يعني بتخاف فيه حيوانات مثلا معينة بتخاف منها حشرات؟ لا لا عادي يعني الا بقى الحاجات اللي لو تلقيت او الحاجات اللي هي الديج يعني الطبية اللي بن قادم يخاف منها لو طلالك تعبان هتخافي منه طلالك حاجات معانا كده الواحدة يخاف منها لكن مش لدرجة الحشرات النموسة الحاجات دي العادي طيب انا عندي معلومة بتقول ان انت دخلت كورة القدم بالصدفة البحث انت اصلا كنت يعني لعب ألعاب قوة احكي لي بقى القصة دي اه خالص معلومة مش مزبوطة دخلت عادي لا بتكلم بجد كنت بقى لعب كورة عادي و بقى لعبة تانية و بعدين كملت بقى فو الكورة يعني خدت كورا مكنتك تلعب قبل احكيين يعني قبل كورة القدم مكنتش تلعب اي حاجة لا كنت باع لعب في نفس الوقت يعني كنت باع لعب في نفس الوقت و انا صغير و اه و بعدين شغل في الكورة عادي و شغل في و انا صغر كنت باع لعب قوة عادي و بعدين كملت بقى فو الكورة خطوتي و كده و و كملت عادي يعني مع اصم الت صغير ا translating يعني الاسر بتلعيبهم كذا رياضك علشان خاطري لحد ما يشوف الوقت اللي هو شايف ان هو بقى كويس في الرياضة دي او بقى كويس في المجال ده وبتدي يكمل فيه بقى طيب لو ما كنتش لعب كورة كان ممكن اي الحاجة اللي كان نفسك تكون وانا صغير كان نفسك بقى ظابط ظابط شايف شخصيتك لاي اعلى ظابط والله هو الشخصية نايمة الناس بتاخد ناحة الظاهرية الظاهر للناس لكن كل واحد في شغله او في حياته بيعرف امتى يبقى بيفصل يعني بين شغله وبين حياته الحاصة وبين فابتشاف ان هنها بقى ظابط